في مسعاه للبقاء في أستراليا والمشاركة في أولى البطولة الأربع الكبرى في كرة المدرب حقق المصنف الأول عالمياً السربي نوفاك ديوكوفيتش انتصاراً مفاجئاً بعد أن أمر قاد فيدرالي بالإفراج عنه فوراً من مركز احتجاز المسافرين في ميلبورن وأنهى القاد أنتوني كيلي فجأة أياماً من الجدل القانوني بعد أن أسقطت الدولة قرارها بإلغاء تأشيرة السربية لكن محامياً حكومياً حذر من أن أستراليا لا تزال قادرة من خلال سلطتها الوزارية على ترحيل ديوكوفيتش من البلاد مما سيؤدي إلى منع دخوله أستراليا لمدة ثلاث سنوات وأعلن النجم السربينوفاك ديوكوفيتش في صفحته الرسمية على تويتر أنه يريد البقاء في أستراليا والمشاركة في بطولتها الكبرى التي ستنطلق الأسبوع المقبل معبراً عن سعادته وامتنانه للقاضي الذي ألغى القرار وسافر ديوكوفيتش إلى أستراليا الأسبوع الماضي للدفاع عن لقبه كاشفاً أنه حصل على إعفاء طبي من منظم البطولة لكن فور وصوله رفضت السلطات السمح له بالدخول معتبر أن أسباب إعفائه لا تستوفي الشروط الصارمة المفروضة لدخول أراضيها في إطار مكافحة كوفيد-19 ليتم نقله إلى مركز احتجاز المسافرين في المدينة